حكي لنا أكثر عن خطوات عملية للعلاج تماما، هذا أول شيء أن نتخلص منه وندرك ونخلص منه يعني زي ما بقول أنت يعني تلما بتشخص المرض هاي نص العلاج تماما، تماما وتتوقف عن مسبباته إذا مسببات السكر عندك أكل السكر وقف السكر وأيضا هناك الصحة الجسدية نحن في جزء من العالم يقول كتار من الناس فأحدهم قال علاجك في عقلك اليوم يقال علاجك في معتك معظم الناس يعني وهذا يسبب فتصرى في طريقة صحية اذهب إلى دكتور مش غلط يعني مش بس مش غلط من الواقعية والتواضع والنج أن نذهب إلى اختصاصي ونسأل وعلى أن نخرب حياتنا إن كان صحيا أو جسديا خذ قصد كافي من الراحة كل الدراسات تقول إن الإنسان يحتاج إلى تسع ساعات كمعدل بالـ 24 ساعة للنوم نعم تسع ساعات؟ نعم تسع ساعات نعم تسع ساع عزاة التوقيت أقلerem ثمان ساعات. أي شخص ينام أقل من ثمان ساعات خلال 24 ساعة كمعدل بشكل متواصل هو يهيئ لجسده ليكون تحت واقع الضغط. لأن سلسة النوم تتألف من ثلاث ساعات ثلاث ساعات. ثلاث ساعات في مرحلة النوم والنوم العميق ويصحى. فأنت محتاج لثلاث مراحل من النوم العميق. السبات العميق. يكون أهم شيء فائد الجسم. ليطفي كل أجهزة الإنسان. الأدرنالين لحتى يبدأ من جديد. كل أكل صحي تدرب. تمشى. هناك ناس يقولون أنه لا يوجد وقت أن أذهب إلى الجم. من زمان كانت كل الناس بدنيا جسديا يأكلوا كل أنواع المأكلات والشحومات واللحومات. ولكن يحرقوها. كان رجل يذهب إلى الحقل يمشي ساعة أو أكثر يشتل كل نهار لا يرجع. كانت السيدة تعجن وتغسل وتذهب وتأتي إلى الفرن وإلى غيره. فاليوم نعمل كل شيء من خلال هالجهاز الموجود في أجسامنا ما عادت تتحرك كما خطط لها الله أن تكون. وانتبه جدا أنا أقول لأخوتي المزوجين انتبه جدا إلى علاقتك الزوجية. لأن أول نتيجة للسترس هو التباعد النفسي والإنتمسي الحميمية بين الزوجة والزوجة. وهذا يؤسس لكل أنواع الخلافات والتنشن والخصومات والجفاف في العلاقة الزوجية. فإذن نخفف من أهمية هذه الأمور في حياتنا. والأمور تتراكم وتتراكم وتتراكم. وفجأة تبدأ الأجهزة التي فينا تضعفها. من أول باللبناني تفرط. يلي عنده ضعف في قلبه أو في معدته أو في مفاصله أو في ظهره أو في رأسه أو في عينيه. فتأتي الألام وتأتي الأمراض. ترجمة نانسي قنقر